هنقول على تدبيلة حلوة للسمك المقلي خصوصا السبية والفليه والجنباري طالح شكله حلو قوي تعالوا نشوف ايه الحكاية الحكاية حلوة نبدأها بذكر الله وصلى للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ونروح نحضر بقى معلقة حلوة من الكاري معلقة من الفلفل لصمر الكمون الكزبرة نص معلقة ارفة نص معلقة بابركة او شطة ومعانا شوية توم كده متقشرين مفرومين في المفرمة مع نص كيلو لمون بشكل قدام حطا حضراتكم ده كده هنجيب طبعا الملح وحنجيب تلات معالق مسترضة وكباية خل كله مع بعضه كده يا سلام لو فيه شوية فلفل رومي زي ما انا حاطت كده فلفل الوان على فلفل رومي كله انضرب في الخلات الداني المارينيه اللي حضراتكم شفتوه ده يبقى التدبيلة كده سهلة وواضحة الملح والتوم والكمون والكزبرة والكاري والفلفل لصمر الارفة الشطة الخل الفلفل الرومي او فلفل الالوان شوية اللمون بزيادة مفيش اي مشكلة سهلة العملية التدبيلة ده حلوة تمشي لاي نوع سمك مقلة عند حضراتكم هنروح بقى نعمل صبيت مقلة تعالوا مع بعض احنا هنا عملنا ايه؟ جبنا الصبيت طبعا نضفناه كده شنا منه الحبر وان شاء الله في فيديوهات قادمة حوالي لكم طريق التنظيف السبية وقاليها برضو بس بتدبيلة تانية خلينا النهاردة كده احنا نضفنا الصبيت اهو هنحط شوية تدبيلة ونقلب كويس طبعا اه السيليا ما بتحتاجش مالح كتير عشان هي طالعة منين؟ من البحر المالح اه يبقى نديلها توابل حلوة اه بالشكل ده كده حطينا التدبيلة وشربت كويس نمشيها فين؟ في الدقيق الخطوات اللي جاية دي مهمة جدا عشان تطلع الناس اللي بتشتكي بقى بتقول لي الصبيت بيطلع شادد لا بيطلع شارب زيت ركزوا معي حان مشيها في الدقيق وانسيفها شوية تشرب شوية دقيق كده تعرق يعني في الايه في الايه في الدقيق اهو تمام كده هسيفها تعرق لمدة خمس ست دقايق على ما ورلكم شكل الجنباري المقلي وشكل الفليه طبعا انا تببلت الفليه والجنباري المقلي وعملته في الدقيق اهو وهنحطه في الزيت بالشكل ده كده الجنباري التببل مع الفليه حوري لكم بقى اللون الله اللهم صلى عليك يا نبي حطناه في شبكة عشان نحافظ على الرأس مسكة في العود والدل موجود الدنيا حلوة طبعا متقشر يا جماعة اهو خطت بيلا طلع زي الفل يا سلام على الريحة يا سلام على الشكل الدهب الممتاز له شارب زيت وله ناشف قوي وله طالع ما ارمش حاجة حلوة شايف شايف بص 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 العود مسك بعضه تاكل كده بألفة هنا وشيف وريلي الفليه كده هشيف رضا سواء كان في ليه اشربياد او بولتة او قارة واي في ليه هيطلع حلوة بالطريقة دي كده اهو شايفين طبعا التدبيلة يا جماعة ترمش كده منه يعين على الجمال والحلاوة طيب هنروح بقى للسيبيا نطلعها من الدقيق على شبكة في طريقتين بقى قبل ما تنزلوها الزيت يطرشوها ببخاخة فيها مية يتنزلوها على طول كده حلوة قوي انا حطتها في الزيت من غير ايه مية طب لو رشته مية بالبخاخة ماشي اه الخطوة دي بقى مهمة قوي انا حطتها في الزيت ما قلبتش ما تقلبوش الزيت سخت او شايفين وسبتها شوية لما تشد معايا يعني حس انها ايه خلاص سايبة من بعضها كده ابدأ اقلب انما لو حطتوها في زيت بارد هتطلع شرب زيت وتتسلخ قلبتوها وهي لسه ما شدتش برضه تطلع بايزة تمام كده هنا بقى الجنبالي جنب الفليه والسيبيا بتتقلي اهو انا طبعا قلبتها وسبتها في الزيت ابص على لونها كده لما السيبيا تعوم على وش الزيت طلعوها طول ما هي غطصانة سيبوها تمام كده عشان تطلع معاكو ايه حلو تعالوا بقى نشوف شكلها عامل ازاي كده السيبيا اهو زي الفل هو ده شايفين عايمة زيعة الزيت اهو طلحتها طلعت بالشكل ده كده مفيش احلى ولا اجمل من كده طريقة السيبيا المقلية والتدبيلة الحلوة دي جربوها في البيت وان شاء الله الطريقة التانية والتالتة وراوة هتنزل ان شاء الله بكل تفاصيلها طبعا فيه توابل كتير مختلفة وحاجات حلوة هتنزل باذن الله اشتركوا معايا في القناة وفعلوا جرس للكل او تابعوني على الصفحة عشان تشوفوا كل جديد من مين من حبيبكم في الله الشيف رضا شعبان فودا دي وجبة جنباري مع فليه مع سيبيا مقلية يارب يكون فيديو النهاردة عجبكم طالب من حضراتكم بس اللايك وشاركوه للغير ومنتظر رأيكم في التعليقات لو بذكر الله بس او بصالة على النبي تكفي استردنوا الفيديوهات القادمة دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة